كابوس محمد أمين عمورة يصل لنهايته هذا هو موقفه من منتخب الجزائر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام أهلا بكم بعد خيبة أمم أفريكيا نهاية كابوس الجزائري عمورة في الدور السويسري انتهى كابوس محمد أمين عمورة مع نديل جانو السويسري بعد أسابيع صعبة عشاه المهاجم الجزائري وكان عمورة غاب عن آخر سبع مباريات مع الفريق الأسود والأبيض وذلك بسبب إصابة على مستوى الظهر أعقته كثيرا منذ عودته من نائيات كاس أمم أفريكيا الأخيرة في الكاميرون وبدأ الهداف السابق لناديو فاقستي في الجزائري مباراة نديل جانو عصر اليوم في الدور السويسري أمام العملاق المحلي بازل من على مقاعد البودلاء يذكر بأن عمورة تعرض الانتقادات لازعة من طرف مدرب منتخب بلاده جمال بالماضي بعد نهاية المغامرة القرية مطالبا من كان ينادي بضرورة منح الفرصة لهذا اللعب بعدم الاستعجال على ذلك وتؤكد كل المعطيات بحسب التقارير الصحفية الجزائرية بأن صاحب الواحد وعشرين عاما سيفقد مكانته مع الخضر في الموقع الفاصلة أمام الكاميرون في تصفيات كأس العالم لصالح محمد بن يطو هداف الوقرة القطري وكان عمورة يطمح ليكون الحل الأمثل للقاطرة الأمامية لمنتخب الجزائر ولكن جمال بالماضي أعتقد من وجهة نظر بعض الصحفيين أنه لن يلعب في هذه المباراة أمام الكاميرون نتمنى له التوفيق إن شاء الله وحمد الله على السلامة وعودته من الإصابة مستقبل لهجوم منتخب الجزائر فيما هو قادم قل لنا رأيكم ولا تنسونا بلايك للفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته